لو يجينا تكلمنا كده عن اللايف ستايل بتاعنا هتلاقي أن برسنتج كبيرة أو نسبة كبيرة من المجتمعات ما بتهتمش أبدا بفكرة النظام الغذائي أصلا الصحي الصحي أو السليم يقولك ماشيها بقى خلاص احنا أصلا ملحق تشعمل صلطة أصلا مش قادر دلوقتي أروح أكل أكل أنا جعان الوقت عندي دا يعني بندل نفسينا أعذار كتيرة جدا علشان نقدر نبرر أن احنا نستمر بفكرة التغذية الغير السليمة تماما وبالتالي اللي هي بتزود لنا في الوزن طب نعمل إيه الحل إيه نقدر نلحق نفسينا إمتى هل فيه وقت معين بس اللي نقدر نلحق نفسينا فيه ولا الموضوع في إيدينا حتى لو وصلنا الوزن معين حتى كمان لو وصلنا لسن معين هنتكلم في كل ده بس تحت إطار يعني فكرةنا العادات الغذائية الغير سليمة هنعرف كل ده من مين بقى هنعرف كل ده من دكتور دينا أبو سعود المستشار التببي لشركة بايو ناتشرالز بونجور بونجور كالعادة أهلا بيك يا نهوان زي ما أنا قلت كده العادات الغذائية الغير سليمة ده بقى لايستايل وعادة بتاعتنا خلاص يعني إحنا دايما حتى تلاقي في الشغل الناس هنأكل منين يطلب كشري وفاستفود وحاجات زي كده تروح تتعزم عند حد أهم شيء يبقى الحاجات اللي هي بتتخن اللي بالزيت اللي بالسقعة والحاجات اللي زي كده يعني أصلا عمرنا ما هنروح نتعزم حنلاقي صلطة وحنلاقي مشويات فدي حياتنا دي ثقافتنا وبالتالي لها نتائج وحشة جدا على أرض الواقع نعمل إيه ونتفادى ده إزاي وإيه اللي ممكن كمان لو إحنا سننا كبير لو في أمراض مزمنة لو في عوامل مش حالوة حتى وراثية أكيد السمنا بتبقى خط رئيسي للأمراض كتيرة مزمنة الحقيقة طيب إيه العادات اللي ممكن للناس بتبقاش مركزة إنها غلط أول حاجة لما نيجي ناكل ونملى بطننا الزيادة عن الزوم دي حاجة منفعش إن إحنا نقول الواحد يشعب عليه الأكل والله منفعش إحنا نقول أدوس على نفسي لنش قادرة تنفس من كتر الأكل ومنفعش ناكل بسرعة جدا أنا بأكل بسرعة ما دي مشكلة ليه لأنه بنحس بالشبع بعد تلت ساعة لأن لو أكلنا بالراحة بعد تلت ساعة نحس أنا شبعها مكانة الكمية طبعا دي حاجة تاني حاجة التركيز العالي جدا على النشويات لما نيجي ناكل نستهدف الرز والمكارونة والمحاشي واللازمين فما ينفعش إن إحنا أن النشويات مهمة لكن ما ينفعش نركز عليه إحنا نركز على بروتينات وألياف صح ممكن كبان الإكثار في اللحوم المصنعة كتير جدا بشوفهم بيكلوا اللانشون والباسترما والسجوء واللحوم المصنعة بكميات كبيرة جدا هذا يقدي إلى طخ ويقدي إلى مرض سكر لو أنا أكلت منه كتير جدا ممكن الزيوت النبادية برضو نعتمد على المقال يتقول للوقت تكون الحاجات دي حاجات غير صحية لازم ناكل الأكل الصحي ونشرب ماء كويس ولازم ننام على الأقل سبع ساعات في اليوم لأن النوم المتقطع أو النوم المش عميق ومش وقت طويل بيعمل لي لغباطة في الهرمونز وأول ما يحصل لغباطة في الهرمونز أو الكورتزول يعلى بنتخل فلازم العادات اللي سيئة نحاول نتفدها نحاوان كويس جدا طيب إحنا دلوقتي عملنا النصايح عايزين بقى نطبق على الأرض دلوقتي أشخاص بمختلف الأوزان والأعمار وعايزين يروحوا نفس القاس كلهم في الآخر أن نحن نخس نحسن من صحتنا ونخس نعمل إيه كاستاب ولو حاجة كمان سهلة لو حاجة مش هتخليني أروح أمارس رياضة أنا ما عنديش وقت ما عنديش فلوس ظروف الناس تختلف يعني نعمل إيه هنعمل إيه الحقيقة شركة بيوناتشرالز منزلة كورس رائع نقدر يحصل إنقاذ في الوزن بطريقة سليمة وبطريقة صحية وبطريقة أمنة من غير ما يبان علينا أن نحن عاملين دايت أهم حاجة أننا عشان أعمل دايت كتير مننا بيعمل دايت يوم ويومين وبعدين يرجع ياكل لأنه مش قادر يمسك نفسه من الشهية بتاعته ودي نقطة ضعفنا كلنا أن احنا شهيتنا طول وقت مفتوحة صح فشركة بيوناتشرالز هي الوكيل الحصري لكورس بيستا كورس رائع لإنقاذ الوزن لو هتكلم في الأول على منتج بيستا المكمل الغذائي اللي بيقدر ينقذ في الوزن هو بيستا ليه بتكلم على بيستا؟ لأن بيستا أولا مرخص مزارة الصحة المصرية عبارة عن ألياف مهم قوي عشان أخس آكل ألياف بيستا من أهم الألياف اللي بتقدر تتحكم لي في الشهية بتاعتي لأن هو بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة على كباية مياه كبيرة من أهم الألياف اللي فيه ممكن أقول رادة الأمح والشوفان وكشور السليم التلاتة دول ألياف فلما بيجي بناخده على كباية مياه كبيرة قبل الأكل بنص ساعة الألياف اللي جوه بيستا بتاخد حيز كبير قوي في المعدة فلما باجي أكل مش هلاقي نفسي باكل كل الكيمياء اللي أنا باكلها فده مهم جدا طبعا الشركة بيو ناتشرز هي الوكيل الحصري للكورس اللي أرقام شركة بيو ناتشرز موجودة على الشاشة زي ما احنا شايفين لأن الكورس عبارة عن ملتي فيتامينز هنتكلم عليه عبارة عن قهوة خضرة وعبارة عن بيستا طيب إزاي بنقدان ناخد بيستا إحنا عندنا فريق طبي داخل الشركة بيتابع الحالة بنفسه ده مهم أول مطابعة مريض السمنة سواء ستة أو راجل كل أسبوع نعرف خاصة قد إيه ونعرف الكتلة الجسم زي ما عملناها قبل كده المرة اللي فتقول لك سنة اللي فاتت سنة اللي فال أيام بتجري الأول مبارح لما قدرنا نحسبها برضو الفريق الطبي بيقدر يحسب له البادي ماس أمديكس وطبعا داخل بيستا كمان فيتامين سي والكروميوم هياخد ساشة واحدة أو اتنين أو تلاتة على حسب الحالة اللي بيقدر يحققها الفريق الطبي الموجود في شركة بيو ناتشرلز وأكيد بنقدر نحصل على الكورس سواء من الشركة أو سواء من صفحة الفيسبوك بايو بيستا هايل جدا طيب لو كلمت عن الأطفال تحديدا لأن العدد الغذائية الغير سليمة تماما برضو بتبقى عند الأطفال والأهالي معظمهم ما بيركزوش يعني تلاقي بقى أن في المدرسة خلاص مش فارقة في النادي في التمرين ما بيركزوش قوي في الحتة دي حتى لو كان جوه البيت في رقابة يعني فننسح الأطفال بإيه يعني نعمل إيه مع الأطفال تحديدا اللي هما بيبقوا أوفرويت برضو كورس بيستا مناسب جدا من سن 13 سنة أي حد يقدر ياخده لو مش قادرة أنها تعمل رقابة بره البيت بتقدر تديله الساشت ولما بيجي ينزل بيقعد فترة طويلة جدا شبعين وتحطوله في اللانش بوكس الحاجات المفيدة مكسرات كويسة قوي لي بس مش بكمات كبيرة بس مكسرات حلوة الخضار الصلطة البروتين ونقل القوي في اللانش بوكس بتاعهم أو الأكل أو تقول لهم يعني لما يجوا يأكلوا في النادي يأكلوا سلطة مش لازم البرجرز والسوسيج والحاجات دي مهمة إحنا أيام ما كنا حتى أنا فاكرة أيام ما كنا صغيرين في المدرسة أولى ابتداي وتاني ابتداي كان فعلا ولحد دلوقتي كان معنا ناس أطفال فعلا تخينها كانوا حتى بيأخذوا الساندوتشات مننا أنا فاكرة أو الله يعني أنا بقول الموضوع ده لي عشان فعلا يعني الموضوع ما هواش حاجة حديثة من زمين شون زمان قوي يعني من زمان وفيه الموضوع ده والحد دلوقتي وتشوفي بقى وده اللي يصعب عليك يقولنا الكيس دي وحضراتكم فاكرين قلتها من أسبوعين البنت اللي كان عندها 14 سنة ووزنها تقريبا كان 400 كيلو حاجة زي كده انتي متخيلة ولا كان كان مش فاكرة بالضبط الرقم لا كان 140 كيلو ده تبقى توفت أنا أسفة 140 كيلو عندها 14 سنة وحتى كانت الفيديوهات بتعيتي على اليوتيوب انتي متخيلة يعني بقى هي غير ان هي شكلها ستة كبيرة هي لو فضلت كده هو اللي نقاضها كان ساعة الدكتور بيتكلم اللي أنقاضها وكان لسه تأثير السمنة مش عليها بشكل كبير إن سنها صغير لكن لو كانت استمرت كده ربما كانت هتتوفى لأن زي بحضرتكم عارفين اسمنا احد أو أحد الأزواب اللي بتؤدي إلى الوفاة لو ما تمش علاجها بشكل سليم فدي نقطة مهمة جدا طيب أنا مع الخصصين ومع الوصول للوزن اللي أنا عايز بعد كده أثبت عليه وبرده من خلال بيستا هتقول لنا إزاي بحتاج مالتي فيتامين محتاج مكمل غذائي علشان الفيتامينز اللي أنا بفقدها الأكل بيقل بالتالي بيبقى فيه مود مختلف بيبقى فيه تأثير على الوش فنعمل إيه برده شركة بيو ناتشرلز بتقدم مالتي فيتامين من أقوى المالتي فيتامينز الموجودة لأنه بيحتوي على 13 فيتامين ومعدة المالتي فيتامين اسمه أل با مالتي فيت أو إي أل بي مالتي فيت أولا وقت ترخيص من نهاية سلامة الغذاء ثانيا موجود ومتوفر في السيدليات لكن الأسهل أننا عشان أخذ الكورس كامل طبعا إحنا شايفين على الشاشة بيستا وأل با مالتي فيت نقدر نتكلم شركة بيو ناتشرلز هم اللي قدروا يوفروا الكورس كامل ليه بقول أل با مالتي فيت مهمة أوي لو أي حد بيعمل ضايت وحتى لو مش بيعمل ضايت أولا بيحتوي على عائلة فيتامين بي كلها مهمة أوي 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 فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه فيتامين بي هو اللي بيدعمل الموتابليزم هو اللي بيدعمل التمثيل الغذائي وبيدعمل صحة الأعصاب وبيدعمل الدم مهم جدا فداخل أل با مالتي فيت في كل العيلة من الكوبالامين من فيتامين بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 كومبليكس بقى العيلة كلها والبيوتين طبعا من أحد عائلة فيتامين بي بيوتين مهمة أوي لصحة الشعر لأنني مش عايزة أخس ولاقي أبتدي ألاقي شعري بيقع فقلب مالتي فيت بيحتوي على البيوتين بيحتوي على إيه كمان بيحتوي على فيتامين سي بتركيز 500 ميلي جرام لو أقول مهم إيه فيتامين سي عشان لو خسيت أنا عايزة طول الوقت وش يبقى في نظارة فبيحفز لي فيتامين سي على إنتاج الكولوجين فيتامين سي بعزز لي امتصاص الحديد عشان نقل نفسنا من الأنمية فيتامين سي من أهم الفيتامينات لمناعة الجسم يعني إحنا داخلين برضو على شتاء وعايزين طول الوقت منعتنا تبقى قوية لأن المناعة هي الحيطة السد لأي فيرل إنفكشن أو أي بكتيري الإنفكشن عندي داخل ألبا مالتي فيت الزينك الزينك طبعا ألبا مالتي فيت الأعلى تركيز في الزينك الزينك مهم لكل العمليات الحيوية أدقى البرسنتج بتاعته 23.9 أعلى تركيز والجسم محتاج أدقى يومياً يحتاج فوق هذا شيء بسيط جداً هذا يعود من الأكل يعوده من الأكل طيب الزينك مهم لعمليات الحيوية الزينك مهم لكل خلية تجدد الضوافر محتاجة زينك الشعري لأنه بيقع خلابة الجدد محتاجة زينك الدم محتاج زينك وطبعاً دخله كمان كالسيوم وبنسبة بسيطة 70 ميلي جرام لأنه مهم قوي أنا بقول أن ألبا مالتي فيت بمشي بيه لايف ستايل في حد يقول لي إيه ده بس فيه كالسيوم إزاي أمشي بيه على طول لأن الكالسيوم لو زاد بيحصل ترصيب على كلا وات أفر لكن الكالسيوم اللي موجود في ألبا مالتي فيت سبعين والجسم محتاج ألف مهم قوي أننا أخذ قلبا مالتي فيت اللي بيحتوي على الكالسيوم لايف ستايل لأنه محتاج أدعم عضمي ودعم عضلة قلبي لأنه مش طول الوقت حارة فاكل الكالسيوم من الأكل فلازم أعوض الكالسيوم بقلبا مالتي فيت اللي بيحتوي على الكالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام نسبة أمنة جداً أننا قدر أمشي بيه وتاني بنأكد أن ألف مالتي فيت ممكن ناخده مع كورس بيستا لتخصيص أو ممكن تاخده لوحده حتى كمكمل غداية أنت على الديلي يوز أو الاستعمال اليومي طيب خلينا نروح نتابع الحالة اللي معنا هو اسمه إبراهيم برضو هو استعمل بيستا ونسمع منه بالضبط تجربته كانت عاملة كيف؟ خلينا نروح نسمع احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي سعادتك تخص؟ اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فلبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا بستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزو بس بكميات قلقة في منها بعدما استخدمت πουستا بصراح الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل اللاكل بنصف ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بي حسسنين أنا جعانه خالص لغير أن طعمه كان حلوة جدا كان بتطعم التفاح في أكني بالذبط كنت بشري عصير بعدما خاصيت بصراح الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة باعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا بجد كل ما شوف حد من الناس بيتكلم قبل وبعد بتحسي أن بني آدم تاني يعني الشكل مبدئياً ما فيش حد خاص إلا لما شكله صغر وفي نفسه تتحسي لا فيه روح رجعت الحقيقة بتختلف ده بشهادة الناس فمهم قوي الواحد يسمع فعلاً طيب أنا عندي أسئلة متابعين برضو بيبعثوها خلينا نروح لها علشان يعني نحاول نرد على كل الاستفسارات اللي بتيجي أول حد بيبعت بيقول أنا مريضة سمنة عندي انزلاق في الغضروف والدكتور قال لها لازم على الأقل تخس من 6 ل 8 كيلو ده في الشهر فهل الكورس هيخليني أخصها هي مش كاتبة تفاصيل بقى يا وزنان لو هي حيزة تخس 6 ل 8 في الشهر فلا واضح نفيه مش أوبيسيتي بس فيه أوفر ويت زي طبعاً في أوفر ويت والأكيد بيعمل انزلاق في الغضروف بيعمل مشاكل كتيرة جداً في المفاصل طبعاً بنصحها جداً بكورس بيستا هتأخذ بيستا قبل الأكل ساشة واحدة أو اثنين أو تلاتة الفريق الطب هي هتتابع مع الأرقام اللي ظهرها على الشاشة شركة بيو ناتشرلس وهتأخذ قلب مولتي فيت هيبقى رائع لها كمان وكمان هتطلع مع الكورس القهوة الخضرة اللي بيساعد جداً زيادة معدل الحر وهيطلع كمان فيتامين دال هداية من الشركة فيتامين دال مهم جداً وأعتقد احنا أكتر من 80% من الستات في مصر أو في الوطن العربي كمان بتعاني من نقص فيتامين دال صحيح طيب الحالة الثانية ويقول أنا بنتي عندها السكر ووزنها 120 كيلو والشهية عندها عالية جداً ومش عارف أحل المشكلة دي حضرتك تنصحينا بإيه؟ 120 كيلو عندها سكر أول حاجة لازم تخس لازم موضوع مش جمالي بقى هنا خالص لا 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 لأن السكر لما بيعلم بيعمل كريفنج للأكل وبيرفع لي جداً مقاومة الأنسولين فباكل كتير إزاي أقدر أكبح الشهاياتي أو أقل الشهاياتي وحس إننا شبعانة بساعات طويلة إنها لازم تستخدم معنا كورس بيستا من بيستا من ألبا مالتي فيت من الجرين كافي من فيتامين دال تقدر تتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة وعندنا فريق طبية هيتابع لحالة بتاعتها كل أسبوع هتلاقي نفسها خاصة وبعد ما هتخس هتلاقي نفسها واحدة تانية وخلي بالك التخن بيجيب اكتئاب زي ما قلت إن ما بقاش فيه فهي أول ما هتخس هتحس إن الحياة معها اختلفت تماماً حالو جداً أحمد عصام وزنه 162 وطوله 175 عنده 38 سنة وأخذ الكورس ماشي عليه بقاله أسبوعين وبينزل في الوزن بس عاوز يعرف هحتاج أمشي عليه لحد إمتى وإزاي أثبت وزني بعد كده هيحتاج يمشي عليه لغاية ما الكيلوهات اللي هو عايز ينزلها بينزلها هو مبدئين 162 ووزنه 175 وطوله 175 هو مفروض الايدل يبقى دقيق لازم أحسب كورتة الجسم يعني مثلاً الراجل يبقى 75 75 كيلو ممكن أو أكتر سنة عشان هو بيعنده قطل عضلية أكتر من الستات فبنعلي شوية الوزن بتاعه هيمشي على كورس بيستا إزاي يقدر ده عايز يخس بتاع 80 كيلو يعني ده مشكلة ده هيخس إنسان إزاي هيقدر يعمل على ثبات الوزن إنه هو إحنا عندنا كورس تثبيت بعد ما بيخلص وياريت برضو يلعب رياضة وياريت مع الكورس يأكل أكل صحي ما يعتمدش زي ما قلت ما يعتمدش التركيز على النشويات لازم النشويات تبقى بحاجة بسيطة يقطر الفيتامينز يقطر الألياف ويقطر البروتين في أكله بعد ما بيخلص الوزن اللي هو عايز يخسه بيمشي مع كورس التثبيت اللي بتطلعه شركة بايو ناتش آخر حد بيعت بمنار السيد بتقول عندها 26 سنة وزنها 85 كيلو ومشكلتها في دهون البطن تعمل إيه؟ دهون البطن هي على طول بقول هي أخطر دهون وأكطر دهون بتاخد في وقت في النزول فهي هتبتدي في كورس بيستا ممكن ما تنزلش دهون البطن ما تنزلش من أول أسبوعين بس لازم تمشي على الكورس يعني ما ينفعش تاخد النهاردة ما تاخدش بكرة أو تاخد النهاردة وبكرة ما تاخدش أسبوع لا الاستمرارية لازم تستمر على الكورس ولو تقدر تعمل رياضة مع الكورس هتلاقي نفسها دهون البطن عندها خسر وممكن حد ياخد بيستا كساشة مثلا أنا جوعة ما أنا فطرت وبعد خمس ساعات ست ساعات جوعة جدا ممكن أاخده وكتفي به طبعا يعني ممكن بدل وجبة بدل وجبة يعني أنا لسه هتغدى مثلا الساعة ثلاثة وجوعة الساعة ثلاثة على فكرة هتدي حقيقة دايما لشان نخلص الساعة ثلاثة الدور بيبقى فطرنا الساعة سبعة فبجي أنا بعد الهوى دايما جعينا بعد الغد لسه بدري عليه ممكن قوي لأن بيستعوب عن ألياف يعني أنا جعانا جدا دلوقتي خذي بيستع لطول هتقاضي فترة لأنه كله ألياف فباش هتحس أنك هتلاقي نفسك جعانا بس مش قوي مفيش يعني ممكن يعوض الواقبل السناعك حلو قوي الوقت بيجري والله والله الوقت نورت دينا وحنأكد بس أن الأرقام اللي على الشاشة هي دي من خلالها ممكن أن هم يطلبوا كورس من شركة بايو ناترلز وبيبقى فيه متابعة وبيبقى فيه كمان ديليفري لأي مكان فيه أي محافظة داخل مصر نورتينا يا دكتور نشوفك إن شاء الله الأسبوع جاي النهاردة آخر حلقة يعني في هذا الأسبوع 10 صبح في الأهل نشوفك إن شاء الله على خير وكل التوفيق النهاردة للنادي الأهلي اللي دايما بفرحنا وبادئ موسم أكثر بين رائع سواء محليا حتى أو أفريقيا بالتوفيق إن شاء الله نشوفه موارا حلوة أداءا ونتيجة ونحن إن شاء الله نشوفك الأسبوع القادم أنا وكريم حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهلي مع السلامة